بسم الله الرحمن الرحيم هذه حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية أو الـ Problem Solving الجزء الخاص بالتكاملات أو الـ Integrals هنحن نهارده على بعض بإذن الله مسألة رقم 28 في هذه السلسلة حلنا مسألة 18 و 19 لحد ما وصلنا لمسألة 28 مسألة بسيطة جداً يقولك سيك أس 4 مضروب أفتان على سيك أس 4 زائد أربعة دي أكس طبعاً أنا ببص على المسألة دي إحنا زي ما قلنا بنفترض أنت يعني جاي معنا من أول السلسلة فمستوىك بقى عالي يعني هتلاح نفسك بسرعة بقمة السهولة في سك أول حاجة تفتكرها إيه هي مشتقط السك إيه سكتان أدي أول نقطة فنقدر أخلي اللي فوق ده أدي تكامل زي ما هو عادي خالص أخلي السك أس 4 اللي فوق تبقى سك أس 3 بس وأخذ سك واحدة منها ده والله اللي يجي في دماغي أول مرة يعني مع الثان اللي جنبها كل ده على بعضه كده وأنا عارف أنه هو مشتقط السك فخليه على جملة وتحت بسألنا تحت سك قصة 4 أكس زائد 4 دي أكس صح كده أقدر أعمل فرض بسيط جداً أو من غير فرض على الفكرة بصوا الله الحركة اللي عاملها دي بس ما تتخدش يعني لو أنا قلت السك تان دي مش هي مشتقط السك طبعاً أنا قد أكتبها كده إنها مشتقط السك تخدش تكلام ده سهل خالص تخدش تلك دي دي يعني مشتقط بدلا لو كنتك كتب مشتقط X لأ دي هي مشتقط السك وعمتشغله من هنا بقى خلاص مع هي مشتقط السك إيه مشتقط كلمة سك دي مشتقط سكتي اللي كانوا موجودين هنا بس كده حلو ده معناقي بقى لما تلاقي مشتقط دي الرفرنشل اللي هنا لحاجة والحاجة دي موجودة تكعيب والحاجة دي موجودة أثار باع يعني خلاص أصبح الحاجة دي حوت عليها كده هو سميها أي اسم سميها اي اسم صحة كده اي حاجة ما هي وطفر بقى اسم المتغير المتغير عندنا بقى اسمه سيك اكس ده بقى اسم المتغير بالنسبة لنا فنجد نقول ده مثلا سميه اكس او سميه واي او سميه اي حاجة بقى اكس تكعيل وهنا اكس قصة 4 زائد 4 طيب مشتقط المقام بقى 4 اكس تكعيل اضرب فقى 4 اضرب من المقام بقى الناتج 4 استنى هو ال اكس دي هي اللي كانت موجودة في مسألة اصلا لا اللي كانت موجودة في مسألة مكانات عارف حتى عملتنا دي لى اكس دي لراجع مسألة في اسم الموقعات عارف حتى العملات دي لقى اكس دي كننا نقوم باللاستطوشن على السريع ماذا؟ ما كانت X أصلاً لدينا مكان X كانت مكانها سيك أس 4 بدل X أس 4 بقيت سيك أس 4 هذا المقام بالنسبة لنا زائد C واحد ما دخلش دماغه كهان ده بنكلة فقال لي يعمل اللغبطة دي او ايه الجو ده لا انا عايز حاجة منظمة شوية قوانين وكده اقول لك تمان ايف اعمل نفس الحركة هقول لك فيه عنصر رئيسي هنا اسمه سيك هنقول لنفرض ان السيك دي السيك X دي على بعضها كده وبتسوي Y الدي واي اشتقينا الطرفين هنا هتسوي ايه سيك تان دي اكس عندك اي اعتراض لا ارجع عوض هيبقى التكامل فوق في سيك تكعيب اللي هي Y تكعيب وفي سيك تان هناخد سيك من الاربعة بتوع السيك ده اللي هناخد سيك منهم مع التان مع الدي اكس كل ده اسمه دي واي هنحطها برا كده دي واي وهنا بقت ويتك عيب حط تحت السيك هي واي يبقى واي قصة اربعة زائد اربعة واي قصة اربعة زائد اربعة هو نفس الشكل انا طلعته ولكنكم تحبون الفراغ طيب يبقى كده البسط مشتقط المقام محتاجة اربعة خط ربع برا يبقى ربع لن المقام بس تنسى ان الواي دي مش تبعنا الواي دي اصلا بسك احنا فرضنها بسك هي كانت بسك واحنا فرضنها بواي يبقى ده ناتج النهائي نفس اللي جابة ونفس كل حاجة بس يعني ايه بشكل مختصر شوية ده بقى الشكل الانضف يعني ده اللي تكتبه في الخطوات كده خلصنا نتقبل الدرس الجاي مع مسألة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته